تسعة أشهر على جائحة كورونا ولا نعلم متى ستنتهي ولكن بعد خسارة قوية شهدتها الأسواق المالية منذ منتصف أو نهاية فبراير عدنا لنشهد قفزة كبيرة بدأت منذ شهر مارس واستمرت إلى أغسطس فبالتالي خلال الربع شهدنا أداء قوي أيضا على رغم من تراجعات سبتمبر ولكن لو ننظر إلى أداء تسعة أشهر كان المؤشر لـ S&P 500 متراجع بثلاثة ونصف النقطة المئوية أما بالنسبة لخلال هذا الشهر يعني معظم هذه التراجعات فعليا هي جاءت في سبتمبر خسائر بأربعة في المئة ولكن أذكر بأنه شهدنا تراجعات بأكثر من ثلاثين في المئة على المؤشر في بدء الجائحة ولكن استطاع أن يعوض كل هذه الخسائر بل وسجل أرقام قياسية جديدة خلال الشهر الماضي ولكن خلال شهر سبتمبر شهدنا تقليص بعض من هذه المكاسب بالنسبة لمورغن ستانلي لازال البنك متفائل حيال أسواق الأسهم خلال عام 2021 ولكن هنا يحاول لفت الانتباه إلا أن القطاعات التي ستكون مستفيدة خلال العام القادم هي ليست هذه القطاعات التي شهدناها حلقت خلال 2020 وخصصا قطاع التكنولوجيا إنما هو ينظر إلى قطاع المواد الصناعية والبناء أي أنه يركز بشكل كبير على الأسهم الدورية هذا أيضا بموجهة نظر حتى بنوك مختلفة كالجي بي موغن أيضا يرون أنك فرص في هذه الشركات أما بالنسبة للداو جونز فكان أيضا الأداء مماثل خلال ثلاثة أشهر شهدنا مكاسب بسبعة فئة المائة تسعة أشهر تراجعات بأربعة فئة المائة خلال شهر سبتمبر خسار بثنين فئة المائة ولكن تعودنا أن نشهد أداء أفضل للـ S&P 500 خلال الفترات الماضية والسبب الرئيسي بأن هناك الأسهم الأكثر استفادة كانت الأسهم التكنولوجية وبالتالي ساهمت بالكثير من الارتفاعات ولكن أذكر بأن مؤشر الدو جونز اختلفت على الأوزان اليوم بعد تقسيم ساهم أبل وشهدنا شركات جديدة تدخل وشركات تخرج أكزم موبل طبعا استبدلتها شركة سيلس فورس جاءت أمجن مكان الفايزر وهونيويل مكان شركة رايثين تكنولوجيز وهذا من شأنه بالنسبة لداو جونز كمؤشر S&P داو جونز انديسيز يرى بأن هذا قد يدعم المؤشر الدو أما بالنسبة لأفضل قطاعات أداء في شهر أداء حتى سبتمبر يعني خلال هذه التسعة أشهر فكان قطاع التجزئة والسبب قطاع التجزئة هو لأن شركة سهم أمازون يعتبر من هذا القطاع وليس من الأسهم التكنولوجية فبالتالي لذلك نشهد 23.7% من المكاسب على هذا القطاع التكنولوجيا ارتفاعات بـ 11.2% أما بالنسبة للرعاية الصحية فـ 5% من الارتفاعات أما بالنسبة لأسوأ القطاعات فمن الطبيعي أن نشهد مع مستويات فائدة صفرية هوام شربحية للبنوك تضررت تراجعات كانت قوية الاستهلكية غير الدورية أيضا كذلك الأمر نتيجة جائحة كورونا أما بالنسبة للارتفاع عن نفط هذا أدى أن يكون قطاع الطاقة هو أسوأ القطاعات أداء بتراجعات بحدود الـ 40% خلال هذه الفترة أما بالنسبة لأبرز أحداث الشركات التي سمعناها خلال الفترة كان لدينا السهم تسلا الكل كان ينتظر دخوله في مؤشر S&P 500 هذا لم يحدث شهدنا بعض الضغوط ولكن يبقى تسلا هو أفضل سهم أداء شهدناه على مؤشر نازدك 100 بالإضافة إلى سهم زوم تجزئات أسهم أبل وتسلا هذا أيضا حدث وهذا كان داعم أيضا كبير جدا لهذه الأسهم القيمة السوقية لأبل تخطط 2 تريليون دولار ولكن مع تراجعات سبتمبر شهدنا تخلي عن هذه المكاسب ستونفلي كان أكبر إدراج منذ أوبر عام 2008 ولكن الأبرز كان أكبر إدراج لشركة صوفتوير برمجيات زوم السهم ارتفع بأكثر من 550% قلص بعض الشيء ولكن هو كان أفضل الشركة على المؤشر النازدك أما بالنسبة للتوقعات مورغان ستاني لمؤشر S&P 500 حتى سبتمبر 2021 أن يرتفع بـ 3750 نقطة أي أنه يشكل بحدود 10% مكاسب منذ نهاية الشهر الماضي بحال صحة هذه التوقعات أبرز الملفات التي تنظر إليها الأسواق خلال الفترة القادمة طبعا انتخابات الأمريكية ليس فقط الرئاسية ليس فقط من سيكون الرئيس جو بايدن أو الرئيس الحالي دونالد ترامب إنما أيضا كيف سيكون شكل مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذا أيضا سيكون له تأثير كبير على الأسواق هل سنصل إلى لقاح لفيروس كورونا طبعا هذا هو أهم من أي ملف آخر والتحفيزات البنوك المركزية وأيضا السياسات المالية إلى أي درجة ستستمر في دعم الأسواق المالية ترجمة نانسي قنقر